عايزين نعرف ايه الفرق بين الستاتيك اي بي والديناميك اي بي وايه هم اصلا وايه هو الاي بي برضو هنقوله كده سريعا بشكل عام وايه الافضل بالنسبة لك كمهندس الشبكات يعني لو انت اخترت طبعا انت شغال في مجال الشبكات واخترت بين استاتيك اي بي وديناميك اي بي بتختار اني واني الافضل لك انا السؤال ده برضو بعض الناس قدتوا الفترة اللي فاتت خلينا نبدأ في الاكشن على طول واهلا بك وديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع اولا الاي بي هو عنوانك الرقمي على الشبكة بتاعة الانترنت او على اي شبكة بشكل عام يعني اي نتورك زي البيوت لها رقم البيت ورقم الشارع او اسم الشارع واسم المنطقة والبلد فالاي بي برضو بيكون نفس القصة بالزبط الاي بي هو عنوان الجهازك بقى ده في المكان وبالزبط على الشبكة. فبالتالي بيتقسم لنوعين من الاي بي عشان تدخل على الشبكة دي. اي بي عام واي بي خاص او او اللي هو بابلج اي بي وبرايفي اي بي. البابلج اي بي ده بيكون هو عنوانك العائم على شبكة الاي بان او على شبكة الانترنت بشكل عائم. ده بيكون مقدم ليك من ال isp او ال هى internet service provider او شركة الاتصالات الى انت تابع اليها الجزء للتانى بيكون ال private ib واذا اللى بيكون جوا شبكة ال lan بتاعتك واذا كمان اللى بيقدر يأزز ال mac address هو م الجراز بتاعك ال הוא physical Про i penser اللى هو ال mac addressing والTrack لو logical address اللى هو عنوان了 ip address اللوو ال Hahah Aldress او اللى هي عنوان الائي بيكون مربوط بالماك ادرس في الوقت الفعلي ده بيكون جوا حاجة اسمها لوكاب تابول او تابول بشكل عام بيتكون تخزن فيه الكلام ده كله في السويتش او الروتر بتاعك عشان اول ما الباكت تيجي للائي بي البرايفت ده تبدأ تدخله على الجهاز بتاعك مباشرة من الانترنت وهو دي الطريقة اللي الجهاز بيقدر يفرق بيها مين مبعوض فين وكده لو فيه اكتر من جهاز على نفس الشبكة وكلهم في الاخرى حيطلعوا تحت اسم جهاز واحد او اي بي واحد للشبكة العامة والي هو اي بي الروتر يعني مش بسهولة اوي برضو حد يكسز الماك ادرس بتاعك والي هو اخطر بكتير من الاي بي ادرس والشلال الاي بي ادرس بتاعك او اللي هو بابلك اي بي ادرس الخاص بالشبكة كلها لكن لو هو قدر يوصل لشبكة اللام انت كده بدأت تدخل فيه الخطر بشكل اكبر بكتير لانه يقدر يوصل للماك ادرس بتاع كل حالة لكن خارجين هو هيقدر اخره يوصل للماك ادرس الخاص بالروتر كله او الشبكة كلها لكن كده شلايا يعني الموضوع بيحتاج برضو تيك تيكات او خطط اكتر شوية وبكده نكون قدرنا نفرق بين الاي بي العام او البابلك اي بي والبرايفت اي بي طبعا البرايفت زي ما قلنا اللي هو الجهازة كم تبقى نفسه رقمه ايه او عنوانه ايه على الشبكة اللام بتاعتك طيب عشان تحمي نفسك من موضوع زي ده بتعمل ايه بالزد عشان مثلا تغير الاي بي بتاعك متبقاش معروف انت منين الكلال ده كله اكيد حاجة الناس كتير او سمعتها هي ال vpn او اللي هي virtual private network شبكة خاصة افتراضية مش حقيقية يعني ده بيكون سيرفر او جهاز في مكان بعيد مكان تاني في حتة تانية انت بتبعط له الباكت والعنوان اللي انت عايزت ووصله او يعني ايه العنوان اللي انت عايزت ووصله وهو بيروح يكلم العنوان ده فبالتالي قدام اي شبكة خارجية او اي حد بيحاولي تتبعك او كده مين اللي كلم الموقع ده الجهاز اللي هناك مش انت ومين اللي انت بتكلمه انت بتكلم جهاز واحد انت مش بتكلم كذا جهاز وكده فبالتالي طبعا هي الباكتس بتكون مشفرة بشكل اكبر شوية بشكل اعمق شوية من اي حد يفكاه كده بسهولة فبالتالي انت بتكون بدأت تتأمن نفسك من اي موقع خارجي عايز يعمل عليك هاك او اي حاجة يمكن خطوة من الخطوات التأمن بس لها اضرار برضو نوعا ما تانية هي اضرار الفي بي ام معنا ممكن نتكلم في الفيديو كامل بعد كده عن الفي بي ام لو الموضوع يعني لقيته كويس وفيه ناس كتير حابة تسمع عنه طيب الاي بي بقى سواء الخاص او العام وممكن طبعا يكون ثابت عنوانك ثابت او عنوان متغير حد حيقوني ازاي عنواني ويكون متغير لا في الكمبيوتر عادي انه عنوانك يكون متغير تحت شروط معينة حنتكلم الاول على الاي بي السابت طب انهي اي بي فيهم البابلك ولا البرايفيت ولا الاتنين ولا ايه بالضبط البرايفيت نسبيا بيكون ثابت لكن هو متغير برضو غير لو انت بقى حددته بنفسك ده ان انت بتكون شغال على الشبكة بتاعتك وعلى جهاز جهاز والكلام ده انت لو حتشتغل تختاره على كل جهاز تفتح الناتورك من الويندوز عادي او من الوبراتيج ساستم بتاعك وتبدأ تغير الاي بي من دي اتش سي بي او لا دايناميك هوست كنترول بروتوكول تقدر تغيره اللواء السيرفر الخاص بالديناميك هوست او لوو بيغير الاي بي هات كل مرة او بيولد لك اي بي جديد كل مرة لستاتيك اي بي وتبدأ تكتب الاي بي بتاعك بس طبعا لازم اقول لك ان ما فيش جهازين فهيقدروا يشيلوا نفس الاي بي فدي بيكون صعبة شوية على مهندس الشبكات في البداية ان هو يعمل او ان هو يعمل تحديد او للاجهزة كلها لكن بمجرد ما يعملها الدنيا حدبقى بالنسبة له اسهل في التطبع واسهل في الامان واسهل كمان ان هو يعمل سابنت ماسك بكل سهولة بعد كده يقدر يتحكم يعني مين الاجهزة وعدادها ايه اللي تدخل مين اللي بره الشبكة مين الوفلاين مين الونلاين لانه عارف يتطبع الاجهزة بسهولة اكبر طيب كده ده البرايفت اما البابليك اي بي او العام بقى اللي هو السيرفر يعني من الانترنت سيرفرس بروبايدر او شركة الاتصالات هي اللي بتمدك بها برضو عندها دي اتش سي بي او سيرفر تاني اللي هو ديناميك هست برضو بيبديك اي بيات مختلفة كل مرة يعني انت بمجرد ما تفتح الراوتر وتقفله او تقفل الراوتر يعني وتفتحه الاي بي بتاعك بيتغير ده طبعا حيكون سلب كتير جدا لو انت شغال الجهاز بتاعك ده سيرفر كلمنا عنها في حلقة السيرفرات قبل كده فبالتالي لو انت عامله سيرفر انت محتل ويكون سابت عشان تقدر تربطه بدمان ويبقى له مكان سابت او عنوان سابت اي حد يقدر يكلمك من خلاله فبالتالي بتقدم طلب لي شركة الاتصالات وبتبدأ تتعاقد على الاي بي بتاعك يكون سابت ساعته سيديك اي بي ثابت ومش هيتغير مغمى بقى قفلت وفتحت الراوتر بتاعك نفس المميزات هي تقريبا نفس المميزات ان انت خلاص بقى مكانك سابت الامان في بيكون اعلى نسبيا لصعودة التتنبع الخاص بي او ان هو حد ياخد الاي بي بتاعك يعني ممكن اصلا يحصل ان حد يعني يحتل لنفس الاي بي بتاعك او ياخد نفس الاي بي لو هو سابت انت اولا الشركة مش هتقدر تدي له نفس الاي بي مرة تانية او هتحصل ازاي ولو انت في البرايفت برضو انت مش هتقدر الجهازين حيخضو نفس الاي بي في الحالة دي بيحصل كونفلكت في الجهازين وحتلاقي فيه مشكلة في النتورك فطبعا صعب او ان اي حد يدخل على السابنت ماسك لو انت محددها بعدد اجهزة معينة اما المتغير بقى او اللي هو ديناميك اي بي تاني استخدامات ده اللي هو بتلاقيه في الاول بيبقاه هو العام يعني هو ده الاختيار او الاساسي بتاعك ان البرايفت اي بي بيكون او متغير انت بمجرد ما تفتح الجهاز او فتحت الراوتر فتحت او الجهاز حيفض اي بي واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية واحد او واحد اتنين بقى بتبدأ من واحد اتنين بعد كده تلاتة اربعة خمسة وهكذا واحد ده بيكون محجوز للراوتر وزيرو كمان بيكون محجوز للنتورك كلها فانت اتنين تلاتة اربعة وهكذا بقى افلت وفتحت حتلاقي ترتيب الاجهزة يتغير حسب مين اللي دخل الشبكة بتاعتك الاول وطبعا زي ما قلنا من شوية ان البابلك اي بي هو كمان بيكون متغير حسب ما انت قفلت وفتحت من الراوتر بتاع الشبكة نفسها او الراوتر الاساسي كل مرة شركة الاتصالات بتديك اي بي مختلف عن الاي بي التاني ده اللي هو مميزات هي اكبر ميزة في المتغير انه هو اسهل بالنسبة الديفانوبر او الشخص معندس الشبكات اللي هيقوم على الشبكة اصعب شوية بعد كده في التطبع والحاجات دي انه هو انت تشوف ده في مشكلة ده مفيوش مشكلة بس هيكون سهل في الكونفيجريشن دايما مش هتواجهك اي كونفليكس والحاجات دي زي الاستاتيك طبعا لكن الامان فيه بيكون اقل شوية نسبة للبوبليك اي بي انت مش هتحتاجه غير لو انت محتاج سيرفر او محتاج ان الناس معينة تكلم الاي بي بتاعك بشكل دائم فبدل ما تدوم الاي بي كل مرة لا اخليك في الاي بي اللي استاتيك هو طبعا بيكون بتكلفة اعلى نسفيا من الديراميك اي بي فده افضل او ده افضل دي بترجعلك وبترجع لحسب استخدامك المحتاج ايه بالزبط سواء في البوبليك او في البرايفت وبس ده كان فيديو النهاردة البسيط اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقفتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك وما تنساش تشوف الحلقات والحكاة والكورسات اللي فات وتستنى الحلقات والحكاة والكورسات اللي جاء وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش منه الهواء اشترك في القناة عشان